وقد بعث صاحب السموش الملكي الأمير سلمان من حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجرس وزراء إثر مغادرته أبو ظبي برقية شكر وتقدير إلى صاحب السموش خليفة بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا لصها صاحب السموش خليفة بن زايد ألنهيان حفظه الله رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني وأنا أغادر بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن أعرب لسموكم الكريم عن بالغ الشكر والتقدير على ما لقيته والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال زيارة لدولة الإمارات عكس عمق ومثالة العلاقات بين بلدين وما تشهده من تطور يستند إلى أسس راسخة من الأخوة والترابط الممتد من تاريخ البلدين وأنتهز هذه الفرصة ليعبر عن الاعتزاز بما وصل إليه التنسيق المشترك بين بلدين من تطور في مختلف مساراته بفضل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبدعمكم وإسنادكم لكل جهد نحو استشراف مجالات واعدة تشكل إضافة للبناء الراسخ الذي تمثله العلاقات البحرينية الإماراتية إننا في مملكة البحرين نتابع بإعجاب خطوات التلمية والتطوير التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتكم والمستوى والمكان الرفيعة التي وصلت إليه داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم وأن يحقق لبلدكم وشعبه الكريم دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة ودمتم سموكم سالمين موفقين سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء